ألزمت أغلب المؤسسات التربية بولاية غرداية أولياء التلاميذ الذين رفضوا تلقيح أبنائهم ضد الوباء إذن بحمرون حسب الألمانية بإمداء تصريح شرفي بخط اليد ومؤكدين فيه رفضهم لتطعيم أبنائهم فيما أوصلت وصلت الفرقة الطبية عمليات التطعيم وفق مخطط سطرته مدرية الصحة عبر مختلف المؤسسات التربوية يا ميكروفون عاصم بخاري شرفي تعلوالي التاك يكتبي سينياتور التاك والإسم التاك ويقالي زياف البلدية ويجيبها الإدارة وبصحي يجمحها كلوالي التاك وما أنا قدرتها صحيح درق لي عدوا تلقيح من كارنيتاك من هالي زادوا دل تلقيحات كيفاش تعود زيدوا برونشان مون زيدوا تلقيح وطاك أنا باقي نفهم بارك يعطونا مفهوم كما قولوا واضح ودقيق هما الوثيقة اللي يقول لك رواح سنيها في حالة لكيش موقع للطفل قالتك مسيني عليه صدي يعني انتالي ركا مسؤول عليه احنا يا أخي هذا الوثيقة مسيني وها شيء والتلقيح هذا ما عنا من ديروا بهم وكحتم مكحتها مولاسة بل رئة مرض اللي تقول باللي التلقيح لازم هذا وقد كشف مدير تربية لولاية غردية على نسبة عملية التلقيح تبقى جد ضئيلة مقارنة بما كان متوقع مراجعا ذلك إلى أولياء تلميذ الذين رفض أغلبهم القيام بهذه العملية الدولة لا يمكن أن تخسر أموال باهظة من أجل لا شيء ولكن باقي الأولياء يرفضون هذه العملية فكانت العملية شبه أو خليل جدا يعني نسبة ضئيلة وضئيلة جدا في الموضوع رغم أنني اجتمعت مع مديري الابتدائي وذهبت إلى بعض المدارس الابتدائية وأعطيتهم تعليمات بأن يفتحوا الباب ويقنعوا الأولياء بأن القضية ليست كما يتصورها البعض ليست كما تدولتها وسائل الإعلام لكن مع الأسف الشديد لا يمكننا أن نتحكم في الأولياء رغم محاولة قناعة سيقنا مغاير أقدم اليوم العشرات من أصحاب السيارات وكذا حافلة النقل الجماعي ببلدية أدرهان ولاية الطارف على توقف عني العمل احتجاجا على ظروف السيئة التي ينشطون فيها حسب تصريحاتهم وأرجع المختجون أسباب ذلك لنعدم من مواقف لنقل المواطنين وكذا فوضى النقل التي يصنعها أصحاب السيارات غير الشرعية ميكروفون محمد بن كموغ المواطنين لم يكن لديهم شوان حتى يوقفوا لا عنه لا 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 على الشمس لا حد شي اهتيرات طرقات رأنا رأي 90% من السيارات الحضاري رأي كلها كناك وانجام والناس لم يكن لديها ما تخلص نقل الحضاري بسبب الطريق عدنا البلاك دي ما نحضروا عليهم ما دلوهم ناش الفروض طلعين هابطين عليهم ونحن ما قد نخدم موالو عدنا طموبيلات كل انجام لانساج بعد تهيط طريق الرئيسي للمدينة الدرعان سيتكر الاجتماع مرة أخرى بحد الأماكن سيارات نقل الحضاري على الصبر كما لان الطريق الرئيسي فأيامات قليلة وسكون استكمال هذا الطريق فضلت سيدة فاطيمة من ولاية جيجل المرأة الريفية والنموذجية لاحتفال بيومها العالمي وسط بيئتها التفاصيل مع ايمان عبد الرحيم وانجمو بكرش إذا كان احتفال المرأة الجزائرية بيومها العالمي بتكريمها فإن المرأة الريفية بقرى ومداشر جيج الحلو فاطمة فقد فضلت أن تحتفل بهذا اليوم المميز على طريقتها الخاصة بداخل هذا الاستابلي في جو من العمل والمثابرة الدائمة التي تبدلها في خدمة ماشيتها وبعيدا عن أضواء قاعات التكريمات وضجيج صوت الأغاني تقضي فاطمة يومها هذا كسائر أيام السنة تظل المرأة الريفية نموذجا ومثال للمرأة الجزائرية الصامدة التي لا تزال تحافظ على تقاليدها وقيمها حتى في يومها العالمي